اشتركوا في القناة تفسير حلم موت الام وهي حية او وهي متوفية يعني الابن مثلا يحلم ام تكون عايشة او متوفية ويحلم ان هي بتتوفى فما تفسير دوت يعني في ايه الرسالة المبعوطة من ورا الحلم ده طبعا كل عارف ان الام هي مصدر الامان والحنان لابنائها ولا يستطيع احد العيش بدون امه وقد يحلم الكثير من الاشخاص بحلم موت الام مما يجعله حزين وقلق في شأن تفسير هذا الحلم الغريب لان الواحد يحلم ان مامته الحية متوفية حاجة تخوف وتقلق طبعا بس خير يعني فيه خير ان شاء الله ففي الفيديو ده هنتكلم عن تفاصيل الحلم ده الاول هنشوف تفسير ابن سرين لحلم موت الام بيأكد ابن سرين ان حلم موت الام ده حلم محمود والرؤية تبشر بالخير والبركة والرزق والنجاح فمن كان مريضا او يعاني من الهم والحزن فان رؤية الام تضمن له السعادة وزوال الالم والشفاء التام والسعادة السحة باذن الله ورؤية موت الام بيقول برضو ابن سرين ان هذا الحلم يدل على تغير حال الرأي من الحزن والهم للفرح واذا كان الرأي غير متزوج فسوف يتزوج قريبا ان شاء الله ويقول برضو ابن سرين ان هذا الشاب اذا رأى موت امه في حلمه وامسكها فوق رقبته فهذا يدل على انه عال ومرتفع الشأن وحسن الخلق وانه سيتقلد المناصب العالية المرموقة واذا حلم الشخص انه قد دفن امه فهذا يدل على انه سيختبر تغارب جديدة في الحياة مثل التفكير الجاد في طلب الزواج او الصفر او العودة من الصفر والاستقرار موت الام في المنام قد يشير الى صعوبة الانفصال الامر الذي سيطرق اثار كبير على الانسان وسيكون التأثير شديد في حياة الرأي وفاة الام وهي حية حزينة في المنام يدل على ان ام الرأي بحاجة للدعاء والتصدق على روحها رؤية موت الام في المنام وهي حية لتفسيرات كتيرة وهنتكلم على بعضها او الاهم يعني ان شاء الله تفسير وفاة الام في المنام وهي حية بيدل ان الرأي يعتمد على امه الى حد كبير وبطرق عديدة واذا كانت الام مريضة فعلا في الحياة فان تفسير الحلم بان الام ما زالت حية وماتت يظهر قلق الجميع وخوفهم ولكل شخص بعض الشكوك الداخلية وقد تغادر والدته في اي وقت يعني ممكن لو هي مريضة لقدر لممكن تتوفى يعني تفسير حلم موت الام وهي حية يدل على ان الرأي يعاني من الكثير من المشاكل في حياته بصفة عامة وانه سيتعرض للكثير من الضغوط التي تؤثر عليه او قد يتعرض لبعض الخسارة البسيطة في التجارة او المشاكل الزوجية وتفسير حلم موت الام وهي حية وهي تبكي يرمز الى القلق الذي يعاني منه الرأي وهو قلق لا داعي له كما ان رؤية الام تموت وهي حية في المنام تدل على طول حياة الام وتمتعها بالصحة الجيدة والبرقة الحلم دوت بعض العلماء التفسير بيقولوا انه هو علم بالضد يعني من مات فهو سيعيش طويلا كده يعني واذا حلم شخص متزوج ان والدته ماتت في المنام ولكنها ما زالت على قيد الحياة فهذا الحلم يعني ان صاحب الحلم سيكون في مشكلة مع زوجته وانه هيكون هناك بعض الخلاف او زميل مع العمل يعني ممكن هو نوع من انواع الخلاف هيبقى في حياته زميل في العمل شريك زوجته وعندما تحلم امرأة عزباء بوفاة امها رغم انها ان امها لا تزال على قيد الحياة فان هذه الرؤية تظهر قصرة الحزن الذي سيعاني منه الحالم هذه الفتاة بسبب الضغوط والمسئوليات العديدة التي ستتحملها خلال الفترة القادمة قد يحلم البعض ان الام في الحلم ان الام ماتت ورجعت للحياة مرة اخرى في الحلم يعني فهنتكلم على تفسيرات بعض علماء التفسير في الموضوع دوت وبيقولوا اذا كان الشخص يعاني من الهموم ولا يستطيع حلها والتخلص منها فان هذا الحلم يدل على انفراج الهم للرأي بشرى بشرى خير يعني كما يشير حلم موت الام ورجعها للحياة الى تحقيق الرأي كل ما يتمنى ان شاء الله كذلك اذا كانت حياة الرأي صعبة فان هذا الحلم يدل على نجاحه في تقط الصعاب واصلح حاله باذن الله واذا كان الرأي يحطار في الاختيار بين احدى الامور فان رؤية وفاة الام ورجوعها للحياة دل على اختيار الرأي الحل الذي يتناسب معه هيختار الحل الانسب والاصح والهيبافي التوفيق باذن الله وانا اشكركم لمتابعة الفيديو واتمنى منكم الاشتراك في القناة وتعملوا لايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى